دور المرأة في ثورة 19 تموز كان دور قيادي ودور بارز جداً وذلك لأن نضال المرأة في شمال سوريا وفي المناطق الكردية لم يبدأ مع أحداث 2011 كان هناك وعي سياسي وهناك نضال للنساء في المناطق الكردية قبل أحداث 2011 وهذا حقق استعدادية للنساء أكثر بأن يقوموا بمواجهة الوضع واستقبال الوضع بعد أحداث 2011 لذلك يمكن أن نقول بأن المرأة حقيقة بعد الأزمة التي صارت في سوريا وجدت لها أرضية قوية بأن تقوم بتحقيق قفزات نوعية بخصوص حقوق المرأة وبخصوص دور المرأة وبخصوص حتى تحقيق ثورة نسائية الوعي الفكري والوعي السياسي الوعي الاجتماعي الذي تحقق بين النساء الكرديات نتيجة نضال منظمة مؤتمر ستار هذا أثر على الحركات السياسية الأخرى في المنطقة فمؤتمر ستار في البداية كان له دور بارز في تفعيل النساء وأيضا وضع النساء في مراكز صنع القرار بالإضافة إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي أيضا تبنيهم لفكرة الرئاسة المشتركة وتبنيهم لفكرة بأن يكون هناك دور قيادي للمرأة في الوضع السياسي أثر على كل المؤسسات التي تشكلت بعد تلك الفترة فمنذ البداية كان هناك حضور قوي للنساء في المظاهرات وأيضا حضور في الاجتماعات التي كان يتم عقدها الاجتماعات السياسية من قبل الأحزاب السياسية وبعدها بعد أن تم إخراج قوى النظام من مناطقنا في تلك الفترة تم تأسيس مؤسسات جديدة لإدارة الوضع وإدارة الفراغ الذي أحدث بعد انسحاب قوات النظام فالمؤسسات التي تشكلت بدءا من دور الشعب ودار المرأة وأيضا تأسيس الكومينات وتأسيس المجالس الشعبية كل هذه المراحل أيضا كان للمرأة دور كبير فيها في تأسيس هذه المؤسسات وحل المشاكل التي كانت تحصل في تلك الفترة من نتيجة الفراغ الذي كان موجود سواء من ناحية الإدارية من ناحية الاجتماعية وأيضا من ناحية الخدمية بعد تلك الفترة كان هناك هجوم على مناطقنا من قبل جبهة النصرة وأيضا من قبل عدة فصائل وبعدها داعش هذا أيضا أدى إلى أن يكون للدورة تأسيس في تأسيس القوى الأمنية سواء قوى الأمن الداخلي وأيضا وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المجتمع فإشتراك المرأة بشكل فعال في هذه المؤسسات أثر على الحالة الاجتماعية للمرأة في العائلة وأيضا في المجتمع بشكل عام كما هو معروف بأن مجتمعنا هو مجتمع ذكوري ومجتمع إخطاعي ومشاركة المرأة بالفعل صعبة جدا لكن التوتر والوضع العسكري الهجمات التي كانت موجودة الوضع الأمني الذي كان موجود أدى إلى أن يكون هناك حضور للمرأة من ناحية الأمنية أيضا وهذا كان قفزة نوعية لأن بالدول الأخرى دول مجاورة بلدان مجاورة في أثناء الربيع العربي كان هناك حضور للمرأة في المظاهرات أو في الاجتماعات ولكن لأول مرة تم تجيش المرأة من ناحية العسكرية وبعد تأسيس وحدات حماية المرأة هذا أثر على العلاقات الموجودة ضمن العائلة يعني النظرة الدونية التي كانت موجودة للعائلة مع الزمن تغيرت نحو أن يتم إعطاء المرأة دور ومكانة في كل النواحد هذا كان له تأثير بالإضافة إلى تأسيس مؤسسات الإدارة الزاتية أيضا كان للمرأة دور فعال فيه فالإدارة الزاتية عندما كتبت العقد الاجتماعي في مقاطعة الجزيرة وأيضا عندما تم تأسيس المجالس مجلس الشعبية في الإدارة الزاتية في 2014 بدءا من مقاطعة الجزيرة وبعدها في كوباني وعفرين هذه المشاركة الفعالة في كتابة العقد الاجتماعي وأيضا في تأسيس الإدارة الزاتية رسخة من دور المرأة في التحضير للتغير والتحول الاجتماعي فحقيقة يمكننا أن نقول بأنه في كل مراحل ثورة 19 تموز سواء من ناحية السياسية يعني كان هناك مشاركة قوية في مراكز صنع القرار من قبل المرأة أيضا من ناحية التعليمية والتربوية وكما هو معروف بأن اللغة الكردية كانت مهمشة وأيضا ممنوعة في سوريا المنهاج كان منهاج التربوي للنظام لكن بعض الأحداث وبعد أن حصل فراغ قامت المؤسسات بأيضا الاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي فهنا المرأة كان لها دور بارز حتى يمكننا أن نقول بأنه كان أكثر من 50% مشاركة النساء يعني بالوقت الحالي ما بين 60% و70% وجود النساء في هذا الجانب وهذا العمل بالإضافة إلى الناحية الأكاديمية ففتح المرأة أكاديميات الخاصة بالمرأة وأيضا فتح مشاركتها في الأكاديميات الأخرى لتحضير الشعب من كل النواحي كان للمرأة بصمة قوية بهذا الخصوص بالإضافة إلى البطولات التي حققتها المرأة في حربها ضد داعش وحضورها الذي أثر على كل العالم من هذه الناحية فلن يكون من المبالغة القول بأن ثورة 19 تموز خلقت وتطورت ببصمة المرأة لأنه من كل النواحي كان هناك مشاركة فعالة مشاركة نشيطة والمرأة لم تكن تابعة للقرارات التي يتم اتخاذها من قبل الرجل كما في الثورات الأخرى ولم يتم تأجيل ثورة المرأة إلى ما بعد الثورة الوطنية أو الثورة الديمقراطية وإنما منذ البداية قمنا باستخراج الدروس من الثورات الأخرى من الحركات الشعبية والحراك الشعبي الموجود في المنطقة بشكل عام ورأينا بأنه يجب أن نقوم بتجاوز الأخطاء والنواقص التي كانت موجودة في تلك الحركات لكي لا يتم تكرارها في تجربتنا أما بالنسبة للإنجازات وما حققته للمرأة ثورة 19 تموز تأثير 19 تموز على وضع المرأة كان لثورة 19 تموز تأثير مهم بعد تحقيق الثورة في عام 2012 تم تشكيل مؤسسات هذه المؤسسات تحولت إلى نظام اجتماعي ونظام سياسي يعني في البداية حراكنا كان حراك محلي وحراك يمكن أن نقول بأنه حراك شعبي لكن بعد ثورة 19 تموز تحول إلى نضال مؤسساتي والمؤسسات التي تشكلت نتيجة الثورة المؤسسات السياسية والاجتماعية الإدارية الثقافية حضور المرأة كان ضمن نظام اجتماعي وهذا رسخ من الحالة التي كانت موجودة سابقا أو نضال المرأة الذي كان موجود سابقا يعني نضال المرأة من نضال جماهيري تحول إلى منظومة سياسية ومنظومة اجتماعية وهذا طبعا كان أمر مهم بالنسبة لنا يعني بالنسبة لنضال المرأة في الحقيقة وكما هو يعني معروف في العالم بأن المرأة خلال الثورة تكون يعني فعالة وتكون نشيطة ولكن بعد الثورة يتم تهميش دورها وتعود إلى البيت مرة أخرى لكن في هذه الحالة يعني في الشمال السورية بالبداية وبعدها تم انتقال هذا النموذج إلى المناطق الأخرى من سوريا سواء يعني في الرقة أو ديرازور أو المناطق الأخرى بعد تحرير داعش فحالة المؤسساتية للمرأة ضمن الإدارة الزاتية عزز من دور المرأة بشكل أكثر كنظام اجتماعي أولا يعني قانون المرأة الذي يعني صوت عليه في 2014 يعني كانت قفزة مهمة بالنسبة ل بإمكاننا نقول بالنسبة لقانون المدني يعني أيضا بالنسبة لحقوق ضمان حقوق المرأة وإثارة النقاش حول حقوق المرأة وتطوير نظام عقوبات بالنسبة ل يعني لما تتعرض له المرأة من انتهاكات فيعني هذا كان إنجاز مهم بالنسبة لنا كحركات نسائية أيضا نظام الرئاسة المشتركة نظام الرئاسة المشتركة ليس يعني غير موجود في أي منطقة بالعالم هناك أحزاب يعني تبنوا نظام رئاسة المشتركة ولكن كنظام سياسي وكمنظومة اجتماعية ومنظومة ثقافية اعتماد الرئاسة المشتركة أيضا كانت قفزة نوعية بالنسبة لنا وجود المرأة في المجالس يعني بالوقت الحالي وحسب العقد الاجتماعي المرأة تشكل نصف المجالس مجالس الشعبية والجميع المؤسسات وقمنا بوضع نفس المادة في العقد الاجتماعي الأخير الذي تم التصديق عليه في الشمال وشرق سوريا فالمواد الموجودة بالنسبة للمرأة في العقد الاجتماعي بحد ذاته هي ثورة دستورية وثورة حقوقية ثورة قانونية لأن المرأة في الدستور السوري غير موجودة مهمشة والرؤية الذكورية هي الحاكمة والسائدة في الدستور السوري لكن العقد الاجتماعي في الشمال وشرق سوريا هناك مواد كثيرة بالنسبة للمبادئ بالنسبة للحقوق والحريات بالنسبة للنظام العدالة والنظام المجتمعي وفي كل المواد يمكننا أن نرى بأنه تم ضمان حقوق المرأة ضمن العقد الاجتماعي فالعقد الاجتماعي أيضا تم كتابته من قبل نصف لجنة العقد الاجتماعي كان من النساء وهذا أيضا كان إنجاز أما بالنسبة للوضع التربوي المناهج التي كانت موجودة سابقا بصمة الذهنية الزكورية كانت موجودة في المناهج معروف يعني كل النواحي الأدبية وحتى العلمية كلها تتركز على إبراز دور الرجل في المجتمع يعني هناك نظرة جنسوية في المناهج لكن في مناهج الإدارة الزاتية دققنا على هذه النقطة لأنه إذا ما تم نشأت جيل على نظرة تحررية ونظرة جديدة فهذا الجيل سيكون له قوالب ذهنية جديدة وسيكون له رؤية جديدة للمرأة فالمناهج يعني كتابة المناهج برؤية جديدة وأيضا التدقيق على هذه النقطة باعتقادي كان ثورة ذهنية وسيحقق سيكون له تأثيرات وسنراها إنجازات في الفترة المقبلة من الناحية الثقافية وتشكيلة زهنية جديدة في الواقع الاجتماعي بالإضافة إلى الناحية الفنية يعني كان هناك فرق فنية سابقا قبل 2011 وكان هناك حضور إلى حد ما للمرأة لأن مجتمعنا إلى حد ما متفتة لكن بعد الثورة أيضا تأسست فرق ومراكز نسائية خاصة يعني خاصة بالنساء من ناحية الثقافية يعني الثقافة والفن فنرى في الواقع الحالي يعني هناك فرق فنية للنساء وهناك مراكز فنية للنساء وهناك أيضا يعني إنتاجات نسائية ثقافية خاصة بالنساء بالإضافة إلى حتى الناحية الرياضية يعني بعد الثورة يعني قبل ثورة كان هناك تهميش للنساء في الرياضة في مجال الرياضة لكن بعد الثورة تشكلت فرق جديدة في شمال سوريا وحتى يعني نشهد بأن هذه الفرق كانت ناجحة جدا وحصلت على الكثير من الجوائز في كثير من المجالات في مجال كرة القدم في التاكواندو أو في كرة الطائرة وإلى ما هناك يعني دور المرأة في الثورة من ناحية السياسية ومن ناحية العسكرية البطولات التي حققت المرأة في المعارك ضد الداعش أثر على الناحية المعنوية على ثقة المرأة بنفسها بعد 2012 بعد إنجازات ثورة 19 تموز فيمكن أن نرى الثورة موجودة في العائلة الثورة موجودة في العلاقات الثورة موجودة في الشارع في المؤسسات في كل خلايا المجتمع موجود يعني تسربت الثورة وبإمكانا نقول نفذت الثورة إلى كل مجالات الحياة وهذا يعني إنجاز تاريخي بأن الثورة لا تقتصر فقط بأن يكون النساء موجودة في البرلمان وإنما المرأة موجودة في كل مكان في كل مكان فهذا إنجاز مهم بالإضافة إلى أن موجود في العقد الاجتماعي مادة ومهمة جدا وباعتقادي هذا يعني مثال في كل العالم لأنه لا يوجد نموذج في أي منطقة أخرى وهو إن للمرأة الحق في تنظيم نفسها ضمن كل مؤسسات الإدارة الزاتية بشكل خاص يعني إذا ما تم انتهاك حقوق أي امرأة في أي مؤسسة فالنساء في تلك المؤسسة بإمكانها أن تقوم بمتابعة تلك القضية وأن تقوم بحماية حقوق المرأة في كل المؤسسات لأننا نعلم بأن ما زال هناك النظرة الدونية للمرأة السائدة ما زال هناك ثقافة ذكورية في منطقتنا وفي كل الأماكن فرأينا بأنه من أجل ضمان وترسيخ ثورة المرأة نحن بحاجة إلى مؤسسات وإلى تنظيمات تقوم بمتابعة وضع المرأة بشكل دائم إلى أن تتحول الثورة إلى ثورة ثقافية لأننا لا يمكننا أن نقول بأنه خلال عدة سنوات ستتحول قانون المرأة إلى ثقافة أو ستتحول إنجازات المرأة إلى ثقافة لكي يتحول ثورة إلى ثقافة هناك حاجة لوقت وهناك حاجة لتوعية وهناك حاجة لجهد كبير فالمؤسسات التنظيمات هي التي تقوم أولاً بتطوير هذه الحالة وترسيخها فرأينا بأنه من المهم جداً أن نضع هذه المادة في العقد الاجتماعي بأن يكون هناك للنساء تنظيم خاص فيهم سواء بالنسبة للنظام العدالة في المجالس بالنسبة للشبيبة وحركة الشباب وأيضاً طبعاً هناك مجلس للمرأة في الشمال وشرق سوريا يقوم بمناقشة وضع النساء والبت في أمور التي تهم النساء أيوة فبالإضافة إلى وجود مجلس المرأة في الشمال وشرق سوريا رأينا بأنه من الأهمية أن يكون هناك تنظيمات ضمن النظام العام تقوم بحماية ومتابعة حقوق المرأة في تلك المؤسسات فبإمكاني أن نقول بأن هناك إنجازات كثيرة تحققت ولكن لا يمكننا أن نقول بأننا حققنا الأفضل هناك مسيرة طويلة أمامنا يجب أن نقوم بمتابعة هذه المسيرة والاستمرار في هذه المسيرة لأن الثقافة الموجودة لم تتغير بشكل جزري سواء بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل إننا شكلنا القاعدة بإمكاني أن أقول وكسرنا الكثير من الأطواق التي كانت تطوق المرأة واشتزنا الكثير من العراقيل التي كانت موجودة أمامنا لكن لا يمكننا أن نقول بأننا حققنا كل الأهداف التي نقوم أو نستهدف أن ننجزها وأيضا بإمكاني أن نقول بأننا الآن نطور من مؤسسات التي تهتم بعلم المرأة فلأول مرة في العالم يتم فتح قسم بخصوص علم المرأة في جامعة روج أفا والمرأة في هذا القسم تقوم بدراسة تاريخها وأيضا التعرف على الوضع الاجتماعي وتحليل الواقع الموجود بالنسبة للمرأة والرجل فهذه كلها خطوات يجب أن نرسخها في المجال العملي وكآخر نقطة أريد أن أذكرها في هذا المجال بأن الإنجاز الأساسي الذي حققناه هو بالنسبة للرجل أيضا غير من رؤية الرجل إلى حد كبير الواقع والتغييرات التي حصلت بخصوص المرأة فالرؤية المتزمتة التي كانت موجودة لدى الرجل أيضا تغيرت وتحولت خلال هذه السنة بالطبع لا يمكننا أن نقول بأنه قضينا بشكل تام على الذهنية الإقصائية التي كانت موجودة من قبل الرجل لكن قمنا بإنجاز خطوات مهمة بهذا المجال ففي الوقت الحالي هناك أكاديميات تقوم بتدريب الرجل من هذه الناحية يعني كيفية التعامل مع قضية المرأة كيفية التعامل مع قضية الرجل أيضا لأن قضية الحرية هي قضية الرجل بنفس الوقت فهذه أيضا خطوة تاريخية نعتبرها ويجب أن نستمر في تطوير ثقافة ديمقراطية سواء بالنسبة للعائلة بالنسبة للمجتمع والمهم هو الإصرار في هذا النضال أيضا العزم على هذا النضال الاستمرارية في هذا النضال لأننا من أجل أن نحقق نهضة اجتماعية نهضة ثقافية نهضة أخلاقية وأن نحقق ثورة فكرية نحن بحاجة إلى جهود أكثر ونشاطات أكثر ومؤسسات أكثر وتنظيمات أكثر فالنساء طبعا لهم دور ريادي بهذا الخصوص ولكن باعتقادي مع الزمن سيكون هناك مشاركة الرجال أيضا بهذا الخصوص لأن بدأنا نعلم بأن قضية الحرية هي قضية الجنسين وبقدر ما حققنا وعي ثقافي بهذا الخصوص سنكون قد حققنا نهضة اجتماعية بالنسبة لكل الفئات بالنسبة للجنسين بالنسبة للرجل والمرأة وبالنهاية يمكننا نقول بأن خلال الفترة الماضية من أجل أن نحقق هذه الإنجازات قدمنا تضحيات كبيرة كنساء يعني قدمنا تضحيات في السجون قدمنا تضحيات في حربنا ضد داعش وأيضا قدمنا تضحيات في حربنا ضد داعش العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع ومع الأسف ما زال هناك يعني تقاليد وموروثات اجتماعية يوميا تعاني منها المرأة فمنها بهذا الخصوص يعني نحن أيضا أمام مسؤولية تجاه الشهدات اللواتي قدمنا تضحيات من أجل أن نعيش بكرامة وبحرية بهذه المناسبة أقوم بالوقوف جلال واحترام أمام جميع الشهدات الحرية جميع اللواتي ضحينا بأنفسهن لكي نعيش بحرية وكرامة ونجدد عهدنا بأننا سنقوم بتحقيق طموحاتهن وأمالهن بإنشاء وخلق مجتمع أخلاقي مجتمع متحرر ومجتمع يعيش فيه النساء بحرية وبكرامة اشتركوا في القناة